أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط مواد كيميائية خطيرة مخالفة للضوابط في ميناء قصر الجنوب بيان للهيئة أوضح أنه من خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات مع جهاز المخابرات الوطني تم ضبط حويتين تحتويان على مادة كيميائية خطيرة مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد مشيرا إلى تنظيم محظور ضبط أسولي ولحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين